شهد وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للجيش الثالث الميداني يأتي ذلك في إطار خطة التدريبات السنوية للتشكيلات ووحدات القوات المسلحة شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للجيش الثالث الميدني والذي يأتي في إطار خطة التدريبات السنوية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وألقى اللواء أركان حرب شريف العريشي قائد الجيش الثالث الميدني كلمة أكد خلالها حرص رجال الجيش الثالث الميدني على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم في الدفاع عن أمن وسلامة الوطن وقدسية طرابة مهما كلفهم ذلك من تضحيات بدأت المرحلة الرئيسية بعرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المنافذة من القادة أثناء إدارة المشروع ونقش الفريق أول محمد زكي عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية اتخاذهم القرارات لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها وفقا لتخصصاتهم المختلفة مشيدا بالمستوى الراقي الذي ظهرت عليه كافة العناصر المنفذة للمشروع مما يعكس الاستعداد القتالي العالي والتدريب المتميز والاحترافية في تنفيذ المهام وكان الفريق أسامى عسكر رئيس أركاني حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة من مختلف المستويات وإجراءات تنظيم التعاون والتنصيق بين كافة التشكيلات والوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات كما قام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرة كافة العناصر المشاركة بالمشروع على اتخاذ القرار السليم أثناء سير العمليات وفي صياق متصل التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من مقاتلي الجيش الثالث الميداني ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة كما اصطارد خلال اللقاء عددا من الموضوعات المرتبطة بجهود القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري وأضار حوارا مع رجال الجيش الثالث الميداني استمع فيه لأرائهم واستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف المجالات معربا عن سعادته لما لمسه من فهم واع وإدراك صحيح لكافة القضايا والموضوعات